تذيب طلاب على القتال في ناطق المبنية يبدأ أولا في محاضرات نظرية يتلقاها الطالب بقاطع دروس من قبل شعبة التعبية وتعطى للطالب كافة الفقرات الخاصة بالقتال بالمناطق المبنية وبعدما اكتمال كافة المحاضرات الخاصة بهذا الجانب حول كيفية تعليم طالب القتال بالمناطق المبنية ندخل على الجانب العملي أول ما ندخل بالجانب العملي هو مظاهر إراءة للطلاب على كيفية القتال في المناطق المبنية ضمن المنهاج المعدم المقارنة العسكرية الأولى هي مظاهرة الاقتحام الناجح الفصيل في تطهير بناية وإن شاء الله الفائدة كبيرة من حيث التطهير والاقتحام وعد تنظيم وأخلاق الجرحى وكيفية معالجة حتى بالطريق معالجة العبوات الناسفة ومعالجة الكماء الغير متوقعة كذلك معالجة المصادر المغافرين في كيفية تطهير المنزل وكيفية تطهير الشبابيك وطائفة الأوباب وكيفية انسحاب وكيفية الإخلاق تدريبنا كان في المناطق المبنية ترمين القتالات الناجحة هو الاقتحام كيفية تطهير المنازل وكيفية تطهير الغرفة من قبل الفصيل نحن متواجدين في مناطق القتال المبنية التي هي آخر مرحلة باعتبارها بعد المحاضرات النظرية والمظاهرات والممارسات التعليمية والحن نطبق الآن عملي ممارسات القتال في المناطق المبنية التي تعتبر دور أساسي للمقاتل العراقي والتي يمر بها في الوضع الراهن الحالي القتال في المناطق المبنية كما تشاهد لأن المظاهرات مستمرة والممارسات وأخوة الآن يمارسون القتال لأنه دور مهم ويجب على كل مقتل أن يعتبر بهذا الدور ويتعلوم